تظاهر الآلاف من البرتغاليين في شوارع العاصمة لشبونة ضد سياسة التقشف ومختلف التدابير التي تتبعها الحكومة في البلاد لمجابهة الأزمة المالية المتظاهرون ومن خلال هذه المسيرة الكبرى التي نظمها الاتحاد العام للنقابات البرتغالية دعوا الحكومة إلى الاستقالة ليس لدينا حكومة إنهم يسرقوننا أنا هنا لأنني أشعر بخيبة أمل كبيرة يجب أن ينتهي كل هذا الأمر هنا لا يتعلق فقط بالوضع الذي نعيش فيه لكن أيضا بالديمقراطية أنا هنا لأقول إنني ضد الحكومة وضد السياسات المتابعة 42 ولاية برتغالية شهدت مظاهرات مماثلة رفع من خلالها المحتجون شعارات ضد استغلال المواطنين البرتغاليين وإفقارهم كما طالبوا باستقالة رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوسكويلهو اشتركوا في القناة